الطلب من اللبنانيين استعداء حزب الله ونصيحة للمسؤولين بإغلاق ملف عبرة وإخراج المعتقلين عنوانان يختصران مضمون التسجيل الصوتي الجديد للشيخ الفار من وجه العدالة أحمد الأسير مرفقا بتغريدات على موقع تويتر حيث سينشر قريبا أدلة جديدة تظهر بالصوت والصورة حقيقة ما حصل في معركة عبرة على حد زعمه الأسير وبعد ما تحدث مطولا عما سماها حربا إعلامية تخاض ضد أهل السنة لتصوير التدين السني بالتطرف ادعى أن مسجد بلال بن رباح في عبرة قصف من تلت مارلياس الشيعي على حد تعبيره قبل أن يتطرق إلى تفجيري طرابلس ويعلق قائلا حولوا شبابنا أشلاء ويقولون عننا تكفيريين ولن يوقف الجيش بين هلالين اللبناني المجرم على عيد وابنه بل كما رأى كل الناس على التلفاز الجيش اللبناني يحمي بيت رفعة عيد وعلى عيد الأسير الذي رأى أن قوى الرابع عشر من أذار قدمت التنازلات لحزب الله حتى عن الدماء وقوبلت بالاستكبار والقتل دعا اللبنانيين إلى معادات أصحاب المشروع الإيراني أدعو جميع اللبنانيين ومنهم الشيعة إلى أن يعاملوا أصحاب المشروع الإيراني وشبيحته على أساس أنهم أعداء وليسوا بشركاء وهاشم السلمان خير برهان وبعد رسالة شوق وجهها إلى أبناء صيدة نصيحة وجهها الأسير إلى المسؤولين لإقفال ملف معركة عبرى التي تولى إدارتها حزب الله وحركة أمل وشبيحتهما على حد قوله نصيحتي هون لله تعالى أغلقوا هذا الملف وأطلقوا صراح الأسرة نصيحة وفي نهاية حديثه دعا الأسير مناصري إلى متابعته عبر موقع تويتر حيث سيواجه رسائل إلى المسيحيين وقوى الرابع عشر من أذار وآل سعود في الأيام المقبلة